لو يطلع عنده فراري من قبله بقول سكروا الشركة بديش بيع سيارات فكرة هقول والعقلية الإيطالية هذا البخور حقه فلوس يعرفون كل ما شفته الدخان هذا من أغلى أنواع البخور السلام عليكم ورحمة الله يا أهلاً وسهلاً بأفخم وأغلى متابعين بالعالم متابعين حلقات دردشة تحياتنا للمستمعين الكرام على جميع منصات البودكاست زي ما أنتوا عارفين حلقات دردشة بتنزل على جميع منصات البودكاست الرسمية تحياتنا لمتابعين بشكل مباشر على حسابنا بتطبيق التيك توك وتحياتنا أكيد طبعاً لحبيبنا اللي عملين لنا سبسكرايب بقناتنا على اليوتيوب والله يسعد أوقاتكم يا صهيب وكريم أوقات أحس حالي بحفلة من التحيات أحلى تحية للشواء أحلى أسعد الله صباحكم كل خير وعندنا عليكم مدردشة بعدن قطاع الأسبوع الماضي بسبب يعني إجازة عائلية لمصطعب الصهيب إحنا على فكرة الشغل اللي ما بعرفوها المتابعين إنه كنا مفروض نصور حلقة دردشة بمدينة دافوس لسويسرية وروحنا حتى على منطقة محل ما بيعمل المؤتمر الاقتصادي وكانت صهيب عنده وجهة نظر وبدو يجيب كراسي وبدو يعمل سيتاب كامل إنه من دافوس نحييكم كذا بس سبحان الله مؤتمر السيارات الدولي كنت أطلق كان مسميه مؤتمر السيارات الدولي بس سبحان الله بهداك اليوم كان في عنا عملنا رح تشوفوها إن شاء الله بحلقات رحلة استكشاف رح تعرفوا شو السبب إنه بدافوس ما استطعنا أبدا أن نصور هذا المقطع الحلقة تاعد دردشة فأعذرونا يا جماعة الإنقطاع شوي الموضوع عدد من السفرات أنت اليوم بالليلة مسافر قعد تحكي للنا أنا اليوم بالليلة مسافر هلأ ذكرت أنا متصور مسافر أنت رحل سويسرا رح لعائلية مين رح لعائلية؟ أنت رح لعائلية مش عرب جيتي مينلك؟ سويسرا أنت رحتوا فأنا ما كنت فين نروح فأنا نداعيني أن نروح لحالي فأنا حصور سيارات كمان بسويسرا بس أنا بس ورح تستكشاف بس أنا ميتشور أنه أنت ما تشوف أي شيء ممتع للسيارات حتى الطرقات رح ودوك عليها هايوي وبتمشي 120 وبتثبت سرعة وبطلع قدامك شاحنة فوعدها 60 فودحهم على الحلقة الجاي من برنامج دردش لأنك ما رح تكون قاعد بل أنا مرايح سويسرا في عندي اكتيفتي السيارات وبعد سويسرا عندي سفرة لبرشلونة هجرب سيارة لأول مرة في العالم سيارة يعني اسمها أعتقد 0.0000001 ممكن من المتابعين يعرفها بدك تسرب للناس شوية السيارة لا مش هلا يا رب واحد يكتب كومنت يطلع اسم السيارة تحكينهم سيارة كهرباء ولو سيارة احتقان لا هي سيارة بروح كهربائية بالتأكيد سيارة خارقة لسه جديدة تسلا لا لا مو تسلا سيارة يعني براند مو معروف اعرفت عليك يعني هي سيارة طلعت وباعها منها سيارة واحدة يعني مش شركة سيارات عاملة اصدار سيارة كهربائية هي شركة لحالة بتيك ايو هاي السيارات تبعون الكوليكترز ايوه اوكي فاجتنا دعوة عليها انو نجربها ومو بس اني والله شوفها لا حسوق السيارة اين ترح يرف الناس شو هي السيارة بس وصل هناك شو رأيك برشلونة او برشلونة يلا درب السلام انا راح سويسرا كميون من سويسرا عطول حط ما حرجع دبي هروح برشلونة باذن الله درب السلام ان شاء الله يلا يسلم اكي مشوفكم اخي ان شاء الله يلا وصهايب شو الوضاع تعت سبيشال كار والله اوضاع سبيشال كار الحمد لله تمام احنا لسبوع الماضي نزل الحلقة مو سبيشال كار بسيك يعني مصنع سبيشال كار افتتاح كراج تنساي لانهم نقلوا من ابو ظبي صاروا بدبي قلت للشباب انه انا حسن هم الجماعة سكروا القراج تبع ابو ظبي ولا صار فرعين لا سكروا ابو ظبي مية بالمية وانتقلوا الى دبي بالمبنى الجديد وماشاء الله مساحات كبيرة ماشاء الله الله يبارك فحكيت انه هاي الحلقة عن تقريبهم تقدر تقول زي سبيشال كار يعني مصنع سبيشال كار فطلعناها بموعد سبيشال كار ان شاء الله رح تنزل حلقة سبيشال كار اشياء الطرابية تعجبكم ان شاء الله فهموا استمرين ان شاء الله ان شاء الله نزدت انا تجربة الايلي الاسبوع الماضي للغولف ار حاولت اعملها بطريقة جديدة حكيت خمس خمس فروقات بينها وبين الغولف جي تي اي طبعا الرابط موجود والمتابعين الكرام اللي شافوا يعني حاولت انه بدل ما نعمل تقرير طويل لا انه نختصرها تكون فروقات جوهرية بين السيارتين سواء سعر او قوة او هندلين شو بميز الار عن الغولف جي تي اي او الغولف عادية وانا نزلت حلقة سيدرايف الجي اس هي جي اس ايت السيارة العائلية من الصنع الصيني جي اس هي شو رأيك فيها انت هلا انا كنت بدي افتح معك الموضوع هذا بس بما انه حكينا وحكينا الجي اس ايت انت هلا جربتها وجربت الشانجان اليوني كي اليوني كي كتصميم اجراء فيه ناس بيحكولك انه والله يكدلك الصينيين كتصميم وخطوط وكذا تصميم مميز ولكن مو بهالجمال الخارق يعني الشانجان اليوني كي تصميم فعلا مميز شبيه كتير بسيارات المانية خصها من الخلف الخطة اللي يديم واضح جدا انه مستمت من بورشا يعني بتحس مع ماسكات البواب من الفيلار الصينيين معروفين انه هما بياخدوا تصميم ما بينكروا هذا الشيء انه معروفين جدا بعد الموضوع السيارات كمواصفات حلوة كضمان حلوة كتصميم ايضا لا بأس فيه الشانجان مثلا شاف صحيب مساحة الصف الثاني شي مرعب انا ضبط المقعد انه السائق ودخيل انا وراء قاعد بهالطريق وليس في مساحة هيك شافها صحيب مساحة ممتازة تمام السعر شوي انا طلعت انه خصوصا بشنجان مثلا يونيكي بالامارات جايبين فقط نسخة الفل اوبشن 180 الف درهم بدون ضريبة فانا بالنسبة لي رقم كتير كبير كتير جريء انه لا اصبر شوي انت الصين كنت عم تلعب على وتر انه انا بقدم شكل مواصفات ضمان كوي السعر منافس بس هذا السعر للفل اوبشن انت ممكن في فئات تانية فيه 130 فيه اليونيتي اللي بيحكوا عنها حتى الصحيب حكى في احد المتابعين سألك عنها احنا رح حاجزين هيا فكرة حاجزها اليونيتي اردي شي 130 136 الف هاي تمام اليونيكي اللي اكبر حجما اليونيتي صغيرة كروسوفرزي اليونيكي اكبر حتى كمساحات كجلود ككواليتي اكبر حجما تمام السيارة بالسوق والله حلوة تمام ولكن هل اشتريها ولا ما اشتريها بيعتمد على العدد المواضيع هل انت اتقبلت السعر هل هي بالنسبة لك هي افضل خيار بهذا السعر ضمن المنافسين قطع الغيار وتوفرة لانه كثير من المتابعين الحبايب خصوصا من المملكة العربية السعودية عم يشتكوا من قلة قطع غيار بعض الشركات الصينية فلو انا ما عندي قطع غيار وانا ببلد مثلا بالسعودية بيمشوا مسافات جدا كبيرة جدا كبيرة يعني عندهم مسافة 1000 كيلو ولا شي عادي وانا احنا شايفين كاميرا نزيل 2000 و2000 3000 كيلو عادي فالصيانة لازم كتير واحد ينتبه عليها فإذا ما في توفر قطع غيرها انا حتى تعطل هاي مشكلة ايوه فأنا 180 000 درهم نسخط في الوبشن مشوفة غالي هلا بشكل عام سياراته هي مرتفعة اسعارها بس مش لدرجة 180 000 سيارة براند جديد واصلا موديل جديد انا حتى حكيت هلا هي الفكرة من طرازات اليوني من شنجان او شنجان هم حابين يعملوا خط فخم يعني كيف مثلا هونداي جينيسس تيوتا ليكزيس فشنجان وعملوا شي اسمه يوني فهلا يوني كي يوني تي في بعدين في يوني تانين هيجوا بالسيارات هلا أنا حكيت هل هم تسرعوا شوي بكير عليهم انه اصبر شوي لتخلص هاي الأزمة اللي بيمر فيها العالم كذا انه اصبر ولا هل هم بموعد الصح سبقوا المنافسين هي تعتبر الرابع اكبر شركة سيارات صينية الموضوع أنا ما اعتقد كريم انه هم تسرعوا اعتقد انه هم هلأ اغلب الصناع الصينيين عندهم ثقة ثقة رهيبة منتجاتهم لانه هم ضامنين السوق الصيني وانت لما تضمن السوق الصيني يعطيك العافية انت خلص انت ضامن اكبر سوق بالعالم بمجال السيارات فانت ضامن هم ابيعات عالية جدا فبتصفي اسواق تانية مثل اسواقنا مثل السوق الافريقي السوق المصري شمال افريقيا الجماعة الداخلين بقوة بالاسواق الافريقية فهو ضامن انا حتى عم شوف انتشار بعض العلامات الصينية مو كلها في اسواقنا العربية والتعليقات محيرة بصراحة انا عن نفسي ما امتلكت سيارة صينية اجاني السؤال هل بتمتلك سيارة صينية اذا انا كان بدور على سيارة بوجت معين وشفت انه هي الانسب ما عندي مشكلة يعني حتى التعليقات كانت محيرة في الناس اللي بيحكوا انا امتلكت سيارة فعلا كويسة والله ما عندي اي مشاكل فيها بالمقابل في ناس عم يحكوا انا واجهت مشاكل ما في قطاع غيار او والله في خرابات معينة فالموضوع يعني له تشعبات في ناس انا الموضوع بيعتمد على الاستخدام ومدى التزامك بالصيانة واختيارك لنوع الوقود انا بالآخر السيارة عم تجي بمحركات شواحن توربو فالتوربو دائما بذكر حط بترول عالي الجودة افضل والتزم بالصيانة على عشر تلاف ولا على خمس تلاف ولا على خمس تلاف ولا على خمس عشر ألف حسب الصيانة الموصف بها من قبل الوكيل بس انا حكيت اكبر عامل بيأثر على الموضوع تقبلك للسعر توفر قطاع الغيار وهي بالنسبة لك هل هي الافضل ام لا سيارات حلوة ما احد فيه ينكر يعني عم يستخدموا كيير من شركات يابانية بتكيف من شركات يابانية يعني مقاعد ألمانية مقاعد ألمانية يعني احنا سبحان الله بالامارات المتابعين اللي من خارج دولة الامارات سيارات الصينية ما انتشرت يعني انتشارها نوعا ما محدود ممكن ام جي ام جي حققت نجاح جيد بموديلات معينة كمان مش بكل الفئات جي اي سي جي اي سي هلأ في في الها انتشار كمان شان جان شيري جيلي بايك كتير فيه علامات موجودة بالسعودية موجودة بالدول تانية ما حق يعني فيه جزء لهم وكلاء هون وفيه جزء تاني أصلاً ما إلا وكيل لهذه الدرجة مثلاً هاذال قوة جداً بالعراق منتشر بقوة حتى بالسعودية بالإمارات مو موجود بالإمارات يعني لدرجة أنا مرة ما كنت تعرف وين وكالة بالصدفة شفتها كنت بدور على شي الشارع في هاذال ما كنت تعرف يعني هي منتشرة يمكن بس احنا ما منشوفها كثير بالشوارع احنا صورنا حلقاتنا للهاذال بالأردن لأنه ما حتى عندهم نسخ للتجارب فانزلنا على الأردن صورناها موضوع السيارات الصيني موضوع شائك وجداً طويل بس بك تحكي شي انه بالآخر ما هم تثبت نفسها عمد بيها إلى سنين موجودة بالسوق اللي اعتنى فيها عاشت معه وسيارات قديمة قبل ما يتطوروا لهذه الدرجة حالياً تطوروا كثير بالتكنولوجيا فالناس عم تشتري وعم تنتشر يعني شئنا ما بينه الموضوع فيه حقائق ما فيه ننكرها متى السيارات الكهربائية احنا كريم المشكلة وين احنا من أوائل الجهات الإعلامية اللي حكينا عن السيارات الصينية نأوائل الناس اللي رحنا على الصين وجربناها يعني الناس فيه معلومات سبحان الله احنا بنحكيها عن السيارات الناس هلا بلاش يكتشفوها يعني مبارحاً واحد بعثلي بحكيلي معقول ان السيارات بالمستقبل واحد تنشر فيديو فهم بشيروا معاي بحكيلي ان معقول السيارات تصير موضوع اشتراكات انه تشترك انت عشان تدفن احنا حكيين بالموضوع من زمان كتير من زمان موضوع الداونسايزنج تبع المحركات موضوع ان السيارات الكهربائية جايحنا صار لها نحكي فيه 8-9 سنين بالضبط وسيارات صينية نفس الشي بالضبط كنا نحكي انه هي جاية على السوق قبل ما الوكلاء يروحوا الوكلاء القويين قبل ما يروحوا ياخدوا الوكلات الصينية القوية لانه صار حروب على الوكلات الصينية من ضمن الوكلاء الموجودين الوكلاء المحليين عندهم مشاركات كتير كبيرة او علامات خليناحكي المانية ولا امريكية ولا غيرها قوية صار كلهم عندهم وكيل صاروا يجيبوا وكالات او يجيبوا ماركة او براند صيني فهذا الشي موجود الناس عم تتقبلوا وعا بين شراء مثل السيارات الكهربائية عجبك الموضوع ما عجبك هالموضوع عا في انتشر احنا اللي بدنا اياه منكم الاشخاص اللي جربوا السيارات الصينية اكتبوونا بخانة التعليقات رأيكم بتجربتكم لانه بكل صراحة الموضوع جديد علينا جديد على المشاهدين جديد حتى على الناس اللي بيشتروا السيارات اللي بيشتر قاعد هلأ شانجن مثلا ممكن في شخص شارس سيارة من 4-5 سنين ما بحكي على نيوكيل انه جديد بحكي على موديلات شانجن التانية شاف مثلا انه والله هل في تقصير بالقطع بعيدا يعني عن الاعلانات وكذا احنا السيارات الصينية اصلا ما بيشتغلوا معانا كاعلانات بصراحة بحكي لكم ما في الشي لا دعايات ولا اعلانات ولا اي اشي بينه وبينهم ما بنعرفهم حتى بنعرف الوكلاء وبيعطونا السيارة ومنجربها فبنحكي معاكم كل اشي فيران سكوير فاكتبونا يا بالتعليقات خلنا اخد فكرة اكتر من الجمهور اللي اردي اقتنى سيارة صينية مش اللي سمع رجاءن عساس انه الموضوع يكون فيه نوعا ما مصداقية وعن جدة عم الفائدة للناس اذا الشخص ما تحكي لانه والله ابن عم خالد ابوي يشترى سيارة صيني وعانى كان عنده كومبريسر وخربة وما لقى هلأ هاي القصص احنا عارفينها هاي هاي انسوها انا بحكي على شخص مثلا هو والده اخو اخته اشترت سيارة شانجن او جيري او شيري او جيلي او هافل اي سيارة اي سيارة بتخطر عبالك وما حد يحكي على الاكزس ال اس القديم انه ممتازة وبتعمر لانه عارفين الكلام هات هاي السيارة بتخرب فعارفينها فأنا بحكي على السيارات الصينية الموديلات الحديثة وال يعني الاجيال الهلأ موجودة بالسوق والجيل اللي وراها شوي اعطونا هيك شوي اللي اللي جربها اللي اختبرها فعليا اللي عانى منها او اللي بشكر فيها كتب لنا بالتعليق شغلة صغيرة يبين انك انت عن جد اقتنية السيارة وخلي الفائدة تعم بلا ما يكون احنا فقط ناس منشجع سيارات صينية واخرش فيها مشاكل كتير بالسوق وبلا ما تكون كمان انه في وكالات انه عن جد ممتازين وخدمتهم ممتازة وحرام انه ما نصلت الضوء ما نصلت الضوء على هذا الموضوع خلي الناس تستفيد تعرف مين السيارة عن جد بإمكانهم ووفروا بالبنزين ووفروا بشراء السيارة الاسعار كلها غالية يا جماعة والله كل شي غالي كل شي غالي طب تعالنا نطلع من الصين والروح عند الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي ندخل بالأسئلة ندخل بالأسئلة يبحثوا هيك ناطرا على شفتك غشيت قرأت السؤال والله мне طلع عليكم وانت بلقعت أقرأ قرأت الاتحاد الأوروبي انا هلا بنحكي بالصين قاعدين و هو dealing واكلن ما بيتأكل هو طالع سويسرا وإسبانيا طبعا الأسئلة يجب أنتم عارفين أن نأخذها من المنتدى كل الشكر لكل الشباب التي تتفاعل على المنتدى كل الشكر لكل الأشخاص الذين يجاوبوا ويسألوا على المنتدى أول سؤال أخذنا للأسبوع هذا سؤال أعتقد مهم جدا حديث الأسبوع طبعا اتحاد الأوروبي أقر أنه بسنة 2035 ممنوع تتسجل أو تترخص أي سيارة ذات احتراق مباشر يعني ممنوع سيارات تيربو أو سوبر تشار أي سيارة بنزين ديزل أي بخطر على بالك ممنوع لازم تكون السيارات كهربائية فالسؤال هو ما وجهت نظر ألمانيا من قرار أوروبا لمنع محركات الوقود سنة 2035 وهل فعليا سترفضه للقرار هلأ طلع القرار من الاتحاد الأوروبي طبعا قبل ما يطلعوا القرار كان فيه اعتراض مباشر من ألمانيا ومن إيطاليا على القرار بعد ما صدر القرار كان فيه برضو عدد من التصريحات من وزير النقل الألماني وعدد من تصريحات من وزراء بالحكومة الإيطالية لرفض القرار أنه تمام أنتوا طلعتوا القرار إحنا ما رح نطبقوا لأنه لا يطبق فعليا على أرض الواقع 2035 يعني إحنا بنحكي إحنا وإياكم على تقريبا 13 سنة فرق بين 2022 يعني معهم شركات السيارات 13 سنة ليخلصوا كل بلوكات المحركات الموجودة عندهم ويخلصوا كل الجير بوكس الموجودة عندهم ويبيعوها السريع أساس أنه خلص المرحلة اللي وراها جاي كلها تعمالها عن موديولز بطاريات وإلكتريك موتورز هلقات كبرها وسيارات كهربائية مستحيل أنت كنت جاء أسألك وجهة نظرك هاي سهايب أعطاكم الاستيتنات قبل من أبدأ مستحيل أعطيني سهايب ليه مستحيل خلال 13 سنة يتم التحول لنسبة 100% بطاريات وما في احتراق داخلي مستحيل 13 سنة يا رجل يخلق الله ما لا تعلمون أنت أرجع بال13 سنة لورا هل يخلق الله ما لا تعلمون أنا ما فيه جدال فيها ولكن أنه أنت تساوي الشفت توجه كل مصنعين السيارات التوجه أنه معكم 13 سنة تحولوا فهو رح يزيد على طلب البطاريات على كل التقنيات والتكنولوجيا بظل الظروف الرهنة الموجودة مشكلة السيمي كوندكتور اللي هي أشبهها الموصلات مشكلة التصنيع مشكلة الشحن القارة الأوروبية فيها كتير عجز من ناحية أمور تصنيع السيارات في بعض الأشياء الليثيوم آيون وهي التقنيات كتير بيستوردوا من برا فأنت تيجي تقولهم يا جماعة الخير بتكم تركزوا بتكم تخلصوا هاي البلوكات اللي أنتوا صنعتوها وتروح تستورد من الصين والصين بتساوي عليهم حظر ما بقدر أبيعك زي ما أنت بدك أنا عندي مصنعين الصينيين بهتم فيهم مش هنيك الصين بومنج بالسيارات الصينية جوا بلادهم لأنهم دعمين هذا النوع من التصنيع فأنت تيجي تحكي الأوروبيين آه تحولوا ويلا على السريع شدوا حيلكم الأمريكان هاي هم بسوها قاعدين وبلشوا فيها من كم سنة يعني طلع على شركة جنرال موتورز فالجماعة مستحيل يساوه هذا الشفت الأوروبيين الأوروبيين مستحيل حتى الاتحاد الأوروبي شوف مين الرفض ألمانيا أكبر مصنع أوروبي للسيارات وإيطاليا بعدها فراري شو تقول فراري تقول لعشاقة معكم 13 سنة يا شباب رح نحول الكهرباء كيف كيف مستحيل مستحيل التستينغ كم سنة بده التستينغ في كتير مرات بيكون خمس سنين وست سنين بيختبروا تقنيات هلا قاعدين عادي فراري هلا تختبر انه فل إلكتريك بس انت ما بتعرف لما تروح المصنع وتشوف السيارات والسيارات عليها كومفلاش انت بتعرف انه هون الجماعة سابقين خمس سنين وعشر سنين بالتصنيع يعني هلا فراري قاعدين بساوي تستينغ على الكهرباء فل إلكتريك بس يجي تحكي لهم معكم 13 سنة كل أنواع سيارات فراري اللي يطلعوا كلها تهم كهرباء لو يطلع عنده فراري من قبره بقول سكروا الشركة بديش يبيع سيارات فكرة هقول والعقلية الإيطالية رأيقول لك سكروا الشركة ما من نبيع سيارات سكرنا معي بطلنا خلاص عيشوا بالأحلام خلي أسعار السيارات القديمة يزيد حقها خلي جماعة المناخ يمبسطوا ما هو تعال المناخ أكبر كذبة هذول اللي راح أخربوا الكوكب تعال المناخ أكبر كذبة CO2 الانبعاثات بيحكي لك إنه إحنا في القرى الأوروبية بننخفض من الانبعاثات هذا هو السبب للتحول الكهربائي إنهم فعليا التحاد الأوروبي بيحكي لك إنه إحنا نخفف من الانبعاثات تحتى CO2 علما إنه كل عدد سكان القرى الأوروبية حطهم مع بعض بطلعوا مدينة بالصين ومدينة الصين هاي بتلاقي بيحرقوا عجال وبيبيعوا بيكبوا بلاستيك بالشارع إنت بالأوضاع الراهنة مع عزمة أوكرانيا وروسيا ألمانيا رجعت مشان بتحرق الفحم مشان توليد الطاقة يعني هم جماعة المناخ نفسهم صاروا رجعوا لو وراء خمسين خطوة مشان يحرقوا فحم مشان يوالدوا طاقة يعني أنتو وين هم جماعة المناخ ما هو جماعة المناخ طلعوا معلم سبونسورد باي روسيا بتعرف المعلومة هاي طبعا هاي سياسة هاي سياسة اللي هو مرات أنت بيجدعم بتاعت ألمانيا تحديدا بيجدعم من الصين لجماعة ألمانيا سري من تحت الطاول يا جماعة شدوا يحولوا بطاليات لأنه الصين بتصير بتبيع بالسنة ليثيوم أيون خمسين مليار دولار يورو سميه بدكية فهم بيطلع أكبر ناس كسبانين تعاون الصين وهدون المساكين نحن نحب الطبيعة ونحب البيئة والجماعة حولوها كهرباء بعدين موضوع البيئة انت عم عروف أنه حتى الكهرباء احنا حكينا مليون مرة البطاريات لم تفققهم عن السيارة على المدى طويل تلويث بعدين تأهم نقطة هل البنية التحتية موجودة جاهزة لكل الناس احنا كنا بسويسرة سوينا رحلة استكشاف روترب الموسم الثالث احنا كمانا سيارات كهربائية سيارات صديقة للبيئة شفت انه هذا الشاحن سريع اوه ننبسط هذا الشاحن بطيء يا حبيبي سلو موشن نسيب السيارة خمس ساعات مشان تشحن ثمان ساعات فالموضوع هل عندك البنية التحتية اذا صار الشفت كل هدول الناس يتحولوا كهرباء رح يجي تدريجي اوكي خلال يعني انت 13 سنة حولت كهرباء مية والمية كم شاحن بدك تتركب كم شاحن هل عندك شو بدك تحرق طاقة مشان تولدهم كهرباء اوكي بتولد طاقة من خلال الرياح من خلال الشمس تمام بس عندك قدرة معينة انت اذا سويت الشفت مية بالمية كلها تصنيع كهرباء والناس بأوروبا في عملية تبديل السيارة مش زي الوطن العربي طويلة يعني سريعة الموضوع اه انه الناس بيبدلوا سياراتهم اسرع من الوطن العربي يعني كل سنة سنتين عادي انت تشتري سيارة جديدة خلاص تحكي انا لانه تكاليف الصيانة غالية فبيجي بحكي انا ما بديها باخدها ليسنج باستخدمها سنتين بابدلها ما بديها تكون ايلي اصلا فهذا الموضوع راح يأثر كتير شو رأيك كريم بالموضوع بعد 13 سنة خلاص هلا بعد 13 سنة بس شانكون فهمين شغلة انه هني ما حي كمان السيارات المسجلة حيشيروها لا لا مستحيل ايه بحكي لك فقط انه السيارات الجديدة دقاطع حوشو سيارات شو صار بي انا بعطيهم النصيحة انا كنت مستنيه كيها استغربت انه طولت مع حوشو سيارات يا شباب ايكور في التحدي جاهز حالك بحوشو رحلة العرب بل جيف سياراتهم لا بس انت متما حكيت هل هو موضوع فيه سياسي اكيد اوكي هل هو صديق تلبية ام لا مثل ما بنحكي خلاص هو السيارات كاربائية عم تفرض وفي كتير جهات عم تدعم هذا الموضوع بس رفض المانيا رفض واضح خصوصا بيم دابلي من فترة صراحة احنا ما حنسغل عن محلقة تماني سلندر اصلا ام حكي عن بيم لحالها انه حكيت احنا ما عم نفكر حالين نسان يعني تماني سلندر مستمرين فيه تمام فتلتاشر سنة رقم قليل انه مثل ما بنحكي عن تستنج في سيارات اكتر من خمس سنين بيعملو لها تستنج او اختبارات حتى تنزل بالسوق او كسيستن فكتير الرقم قليل تلتاشر سنين ممكن انت كرقم تسمعه كتير كبير ولكن لشركة والاستراتيجية نعم لتحويل لين اوب انت بتحكي بشركة مثل خلينا نحكي في دابليو وتدريب موظفين لانه التصنيح حتى مختلف تدريب موظفين وصيانة مختلفة وبني تحتين مختلفة انت تجهز مراكز الصيانة لتصير بهذا الشي انت لتنتج السيارات وتغذي السوق والطلب اللي عندك ادي بديك قطع ولتوفر قطع غيار ادي بديك قطع يعني انت مو بس لتكفيك عدد السيارات المطلوبة منك انت مثلا مرسيديس نفرد ببيع مئة ألف سيارة انو وفض مئة ألف مئة ألف سيارة ام ديوفر مئة ألف انه قطع لهذه السيارات عشان انتجها بديك قطع غيار فهل انا قادر حاليا بالوقت الراهن اني انا قدم هذا الشي واني اعمل تستينج هل انا فيني درب انت عارف انو حتى مو بس اني صنع السيارة مو بس بدي درب لصينتها بدي درب على اذا صار فيها مشكلة كيف تتحل اذا احترقت كيف تنطفي هل فيه نظام اطفاء يكفي نظام الاطفاء تبع السيارة الكهربائية غير السيارة العادية معروف هذا الشيء الباخرة لان حرقة الغيرق فيها اربعمائة سيارة وهي راحة لامريكا بورش بنتليز وكان شو السيارات كلها مجموعة فوكسفاق ومجموعة في دابليو غيرقت اربعمائة سيارة راح وليش بلش الحريق بسيارة كهرباء ولعت وهي بالشحن جماعة السفينة بتطفوها بالطفايات العادية ما بتطفي انو ما بتطفي بالعكس بتولع بسيارة قاعدة انو بيحكوا شو بصير قاعدة شو اللي بترش عليها ولعت سفينة ورفطت الباس طبع المواصلات العامة مش عارف بيدولة احترق كمان كمان كان كارب انت لازم يكون معك طفيات خاصة مواط خاصة مشان تطفي هذا الشيء فالموضوع انو مو بس والله انا اوكي جبت الاغراض سويتها طب السيارة اوكي بني تحتيها حكا على شواحن اوكي فهمتش دربت انا كل الكادر اطفاء سعاف بكل الدول صار انو انت وجد نظرك انو مستحيل وصوهايب بيحكي مستحيل صح مو قصة انو موضوع صعب ما في شي مستحيل اعطيكم سيناريو تاني انا سعر برميل البترول سعر برميل البترول هلا اوروبا اورودي مع مشكلة روسيا و اوكرانيا دمروا موضوع الطاقة هلا هلا انا زورت ايطاليا وشفتهم تبعون مزراتي بيحكي خفف دعستك بالسيارة لانو المحطة غالية تعرف الطليان كيف انا فترجعناش السيارة تانكها فاضية تمام انت بدائرة اقتصادية متكاملة بدها تضل الدور انت سعر بترول صار 400 دولار انفرط الخبز كم رح سعر سعره الملابس كم رح سعر سعرهم كل حياتك رح يزيد سعرها كلها لانه هي مربوطة ببعضها يعني انت لما تيجي بدك تشحن بطاريات الليثيوم ايون من الصين يتوديهم لاوروبا البشحن رح يرفع السعر اللي ببيع الليثيوم ايون رح يقول لك انا عبل ما جبته من المصنع احنا وعبل ما جبنا الليثيوم ايون من الاستخراج رح يزيد سعره كل الدنيا رح يزيد سعره واسعار سعرات البطاريات كمان رح تزيد وتوليد الطاقة مشان تشحن السيارة رح تزيد فهي عبارة عن كل شي رح يزيد 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 يعني احنا بحلقة مفرغة سواء مصعب من شهر 12 لشهر 6 حاليا تكلفة شحن السيارة الكهربائية زاد او ارتفع بنسبة 36% نعم شحن السيارة هذا السعر الحالي اذا صار 400 دولار رح يزيد رح يزيد شعر السحن الا اذا انت عندك توليد لطاقة كهربائية بطرق مش موجود رينيوبل مش موجود يكفي لا في دول عم تعمل غير النروج مين ما في حد لا لا في غير النروج كتير يحطين يحولوا مية يحولوا حول مية بالمية ما في ولا دول يحولك مية بالمية بس انت معهم 13 سنان اللي يحولوا ليه ما تكون سيناريو تاني ليش ما تكون هاي نهاية انطفاء شعلة تصنيع السيارات الاوروبية ليش اوروبا هي بتصنيع سيارات ليه ما تصير يا اخي مستهلك مستهلك ليه داما نفترض انه الاوروبيين احنا نولدنا بجيل احنا وجدنا وابونا اوروبا 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 والخواجات ليه ما تكون أفولهم أفول حضارتهم ليه احنا نفترض ان الاتحاد الاوروبي هالقارة الصغيرة اللي كل عدد سكانها بيمثل اديش من كرة الارضية اقل ما عشرة بالمية ليه ما تكون مثلا قارات تانية مختلفة ليش ما تصير هلا الهند تصنيع سيارات ليش ما تصير الصين تصنيع سيارات هي تصنيع للعالم يعني احنا دولنا مثلا نصير نعتمد اعتماد كامل مثلا على دولة مثل الصين في سياراتنا الصين اليابان كوريا ليش نفترض انه دائما الأوروبيين هم لا لا هي مش افترض يعني انت اشوف الأوروبيين مخدين الزخم بالإبداع الهندسي والقوانين تاعت حماية الأشخاص والسلام المروري انه بركزوا عليها بطريقة كتير كبيرة والإنبعاثات يعني هم مخدين حبتين زيادة لقدام مقارنة مع كل المصنعين العالميين ليس بضرورة يظل الأوروبيين وكمان يعني ألمانيا أنا دائما بظل أنه من أكثر الناس اللي بساوا انجينيرينج ألمانيا أحسن الناس بساوا هندسة سيارات ألمانيا لأنه فيه إبداع هندسي الألمان كمهندسين بغض النظر سواء كان قطاع السيارات خد الجسور والبناء والهاي عندهم إبداع بالهندسة يعني زي ما بقولها نظام تعليمي قوي جدا ما بشلفك بعطيك الخلاصة 100% اصنع لي كاسة بعطيكها بأفضل طريقة ممكنة بأعلى معايير لو مش أنه أي شيء يعطيه خلصنا لا بأعطيكها حسب الأصول ولكن حظها كدولة ألمانيا ما عندهم مواد خام تعرف لو ألمانيا عندهم مواد خام وعندهم ليثيوم أيون في ألمانيا وانحاس وحديد وألمنيوم وكل هالمواد ونفط وغاز ألمانيا بتكون دولة رقم واحد بالعالم على تحدي بكل المجالات تسليح طب علم شو ما بخطر ببالك رح يكونوا هم المتطورين أكتر ناس أنا إذا مشينا مع سيناريو مصعب تمام مع الكلام بيحكيه صهيب كأبداع كذا فهل حنشوف استحواذ من دول تانية استحواذوا الصينيين أوردي مستحواذين يستحواذ ينقل لعنته خلاص ليه افترض هيك ليه ما تفترض أنه المصنعين الألمان رح يحكوا الاتحاد الأوروبي بلوا القانون اشربوا ميته اعملوا اللي بدكم إياه جوا أوروبا أنا ببيع أنتوا اعملوا أي قانون بدكم إياه أنتوا يعني انتحاد الأوروبي ألمانيا هي المحرك الرئيسي لأقتصاد القرر الأوروبي فأنت تيجي دولة مثلا مع الاحترام يعني مش قصد إهاني مثلا دولة مثل سلوفينيا وسلوفيكيا وتشيك وتصوت لقانون لمنع انتاج السيارات وتقول لي حماية تنبياء أنت هذا شو ممثل باقتصادها هذا الشيء لن يحصل لشغلة واحدة ألمانيا دولة مؤسسات عندك نقابة العمال في ألمانيا القائد تهم الرئيس تعال النقابة بيجي بيحكي هذا بيجتمع مع كل المدرع التنفيذيين تعاون المصانع والشركات إذا بيقرر حكا ساوا إضراب ونزلوا على الشارع بسكروا ألمانيا مش أنه بنزلوا عليهم شرطة وجيش هم بسكروا ألمانيا وهم وقفين بدون ما يحكوا ولا كلم هيك سايلنت بالمصانع بالمصانع بوقفوا بوقفوا عجلة الاقتصاد الألماني بيجوا بيحكوا بوضوح تام رح نظل نساوي اللي بيحكوه الشركة تاعتنا إنه إحنا رح نظل نصنع زي ما بدنا إنت تطلع قانون جديد وكسب جديد إحنا نحافظ على البيئة ومشعر شو ما رح نمشيها إحنا نظل عايشين ألمانيا بتوقف غصبا عنها الحكومة غصبا عنها لن تستطيع تشريع هذا القانون لأنه مش ديكتاتوريات في ألمانيا فاصل ونواصل فأتوقع أشبعنا الموضوع الموضوع الجدالي كبير بس مستحيل يصير 13 سنة أنتوا احكونا شباب خانة التعليقات بعد أن تحكونا عن السيارات الصينية احكونا رأيكم بالقانون بالقانون تبع الاتحاد الأوروبي نروع سؤال بعده حكينا كثيرا لماذا شركة جنرال موتورش تقوم بإلغاء فئة السيدان وتخصيصها للكدلك فقط شوفوا معظم شركات السيارات عم تتجه بعد الطلب العالمي على السيارات الكروس أوفر أنه سيارات السيدان ما عد في عليها طلب فالموضوع هو عرض وطلب لما أنا عم قدم سيارات معينة للشركات أنا عم شوف أنه والله المستهلك عم بيطلب أو عم بيشتري السيارة اللي هي بدلا ما أخذ سيارة مقتربة على الأرض عم بأخذ سيارة أعلى شوي منها عم توسع أغراضي أكثر عم توسع عدد ركاب أكثر فبالها السيارة السيدان ونفس روح القيادة زمان كانت سيارات أسفية عالية لفاتها ضخمة جدا كذا أو مصروف البترول غالي فيها فلا أنا لأ عم بأخذ سيارة مرتفعة أكتر مساحة تخزين أكبر مساحة جلوس أكبر ونفسها الاقتصادية وثابتة كويسة مريحة في الموضوع عرض وطلب كثرة الطلب على سيارات الكروس أوفر أكثر من سيارات السيدان فعم تتجه لألغاء هذا الشي ليش كديلك؟ لأنه هي السيارة معروفة سيارة فارهة سيارة سيدان سيارات خلاص نعرفت بهذا المجال فليش ما أستمر فيها وهذا الشي مو جنرال الموترز بس هي أول من بلش يمشي على هذا الخطأ هي شركة فورد الأمريكية هي بلشت تدريجيا تلغي كثير من سياراتها مثل فيوجين وغير ذلك الآن التورس محافظة عليها لأنه لسه عليها طلب شوي مرغوبة السيارة طلب بالصين عشان هيك بالضبط وعن يجيبوها للأسواق المرغوبة بالخليج مثلا وبعض الدول العربية أكيد غير هيك السيارات خلاص كله عم يروح لأسيو في وكروس أوفر حتى تويوتا ليكزز أفلون والجي أس وقفوها هلا في حكي على حتى فئات تانية الألأس ممكن يوقفوها فأغلب الصناع أي سيارة ما عليها طلب أنه خلص ليش أنا أشغل خط إنتاج أنت تذكر السيارة مو موضوع أني والله سويتها طب أنا بسويتها ما فيني سوي واحدة بأسوي خط إنتاج فهون في عندي ضغط بخط الإنتاج ننفض مثلا تبع الراف فور تمام أو ننفض مثلا عن جدان الموترز عندي خط على ترافيرس ولا على الأكيدية من جي أم سي وهون عندي أنا أمبالة وعندي كروز يخي ما هون عم بعمل عشر سيارات عم ينباع منهم أربعة وستة عم يظلوا عندي أربعة شهور لينباعوا هون عم بعمل أكيدية عم بعمل عشرة مطلوب مني عشرين خلاص وقف هي السيارة موضوع بالخير بزنس ليش أنا أجل خط الإنتاج خلني ركز أعمل عشرين أكيدية وبلا هالكروز كلها ولا بلا الأمبالة كلها طالما بيع أربعة بس مقارنة بعشرين هون فالموضوع هو عرض وطلاب فقط لا غير نروح السؤال بعده بسباقات الربع ميل ما هي أفضل طريقة لتسخين العجلات عشان تعطيك أفضل انطلاقة ريس بريك هو يعني أنت شو هي بنشرحها للجموع هلأ بالنهاية أنت لازم يعني بشكل سريع في عدد كبير من أنواع الإطارات الإطارات تحت الشارع بتلاقو فيها زي رسمة وخطوط هاي الإطارات العادية في الإطارات اللي بسموها السيم سليك بيكون عدد الخطوط أقل في إطارات السليك اللي هو ما فيه ولا خط جوه الإطار الفكرة من الرسمة والخطوط هدول وظيفتهم الأساسية تفريغ الماء بحالة أنت دخلت كنت ماشي بالسيارة دخلت دعستع مي بطلع المي فبيضل التماسك موجود إطارات السليك الفل السليك والسم سليك مصنوعة بالأساس لو واحد عارف إنه بساوي أداء رياضي فهو بسوق على بيئة ما فيها مي بيئة جافة فهو الفكرة إنه ما بيكون هاي الخطوط عمر السليك قصير جدا ولكن فيه تماسك عالي جدا يعني مثلا عمر الإطار مثلا خمسمائة كيلو بحد أقصى ممكن إذا أنت بتحرقه بتستهلكوا سيارة قوية بيخلص بسرعة السليك أعلى شوي الإطار العادي أعلى الإطار العادي كل ما ارتفعت درجة حرارته قل التماسك تاعه وبوصل مرحلة معينة بالحرارة مجرد ما وصلها بيعطيك أحسن أداء بعدا إذا حمي شوي بيبطل يعطيك الأداء ما فيه تماسك بصير السليك كل ما ارتفعت حرارته بيعطيك أداء أفضل للدرجة معينة ولكن عمره قصير الفل السليك كل ما ارتفعت حرارته بيزيد أداءه ولكن يخلص عمره بسرعة يعني كل ما حميته أكثر بكون تماسكه عالي جدا يعني طلاقة ربع ميل أنت بدك أفضل أداء فأنت لازم يكون محمد فهو أنت حسب قوة السيارة أنت ممكن تيجي مثلا بسيارة الفحصان تيجي توقفها بيكون الإطار بارد يعني أنت سيارة السباق شغلت السيارة حمية المكينة الإطار قاعد ما بمشيش لأنه بالأغلب سيارة السباق ما بتروح على السباق سواقة بتجيب تكون محمولة فأنت حميت المكينيك تاع السيارة أجد إطارها بارد كتير بواقف بيساوي بيرناوت سريع خمس ثواني قابلة أنه بتوصل هو بدعس فول بريك على آخر بعطيها فول بنزين سيارة يعني بتكون واقف وقفتها ومن قوتها بظل يحرق 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 بعدين بدأت تخفف بتروح على خطر الطلاق بعدين بتشرج لك عن البنزين وبترغي عن البريك بتمشي شوي شوي سيارة بتكون الدخني وراء طالعة والشباب كلها رفع المبالات وبتصور وبخرني الحبيب وبخر الشيء هذا البخور حقه فلوس يعرفون كل ما شفتوا الدخان هذا من أغلى أنواع البخور يعني هاي توائر وبترول هاي توائر وبترول كل ماله برتفع سعره هذا هذا العود الكوشوكي هذا برتفع حوشوا إطارات لأن رأس لا الإطار بخرب انتبه عملي تخزينه بتحرق بيرناوت بخر الشماء يعني بالأعراس بالمناسبات هذا بتجيه لهم إطارهم توقف عباب البحث أحسن من الطخة أولا أنا مفضل نروح على آخر سؤال كيف ممكن أتعلم الدرفت الاحترافي في الإمارات لو في أكاديميات موضوع بسيط موضوع بسيط كثير في أكاديمية تعليم الدرفت الإمارات برو درفت أكاديمي تواصلوا معهم خبروهم أنتم منطرف عوب جي تي هلأ رح تشوفوا حسابهم على الإنستغرام وفي الموقع تبعهم تواصلوا معهم بعلموك الدرفت احترافي حتى لو ما بتعرف تسوق أصلا السيارة لو ما عندك رخصة أصلا عندهم سيارات وفيه علموك بالسيارات اللي عندهم بأكثر من لفل وفيه شهادات معتمدة دوليا للدرفت وفيك تترب بسيارتك أكيد ما عندك مشاكل بس حتى لو أنت ما عندك خبرة بالقيادة أصلا ما بتعرف تسوق جير عادي ما عنده مشاكل بيعلموك كل شيء لو كان عمره تحت الثمانتع ما عنده فيه ظروف معينة يعني مش واحد يعني أنت بالآخر كمان ديوصل للدعسات الرجال واحد عمر عشر سنين لا لا بحكيش هذا بحكي مثلا شاب عمره 17 16 سنة هلأ فيه عطلة صيفية طويلة حادي بضبط الآهل ممكن نسجل أولادهم فيها حادي هواية جديدة بس هو فيه أوقات معينة بيكون الكورسات شغالة فيه أوقات موسمية بوقف الشباب لأنه الحرارة كثير عالية وانت بالنهاية أنت بتستهلك سيارة بتدوس بنزين يعني حرارة شب بس وصلوا معهم إن شاء الله برد عليكم كانت هاي حلقة دردشة لليوم حلقة دردشة 94 قربنا على دردشة 100 إن شاء الله ضرب السلامة برحلتك لسويسرا وإسبانيا إن شاء الله إن شاء الله ما يصير أي انقطاع ببرنامج دردشة الأسبوع القادم إن شاء الله مستمرين أنا وصواب معاكم إن شاء الله ومرة تانية شكر جزيلا لكل الشباب اللي بتفاعلوا على ask.arabjt.com موقعنا التفاعلي خدوركم لفي على الحلقات اللي نزلت مؤخرا سواء حلقة الجي اس ايت سواء حلقة تنساي سواء حلقة الجولف آر أو غيرها من الحلقات وإن شاء الله الأسبوع الجاي إن شاء الله كمان المزيد ومزيد من الحلقات إن شاء الله رأسونا من لايك شير سبسكرايب كل مكان احنا معاكم تابعونا الحسابات الرسمية العرب جتي وعلى حساباتنا الخاصة حياكم الله ونحو الشعر دائم للعالمية بسم العرب مع عرب جتي السلام عليكم في أمان الله اشتركوا في القناة